اشتركوا في القناة القناة الرائدة القناة المتزينة والتي أبانت عن علوك خلال هذا الشهر المبارك الكريم حيث وجدنا برامج متنوعة ترقى بذوق المشاهد المغربي وحتى الأجنبي حيث تناولتم خلال هذا الشهر الفاضي يعني برامج متنوعة من وما هو اجتماعي وما هو ثقافي وما هو ديني من خلال البرنامج اللي كنت كان عمله مع الإخوان في قناة أنفس بريس والحمد لله لقواحة الصيحة إيجابي لدى المواطن المغربي وحتى يعني للأجنبي فيما يخص سيد أحمد حول مستحبات يوم العيد كمان يخفى عليك سيد أحمد أن العيد له طقوس وهذا الطقوس يعني في الدين دينا تنعكس على هذا العيد فلذلك هناك مستحبات على المؤمن والمسلم أن يحرص عليها من هذه الأمور مثلاً ذكر الله تعالى وقراءة القرآن يعني ليلة العيد إنسان يتعيد أنه يصبر ما فيه بس إن شاء الله نهار العيد إنسان يرتحش شوية بعد صلاة الظهر إن شاء الله فإنسان يعني يذكر الله سبحانه وتعالى يقرأ القرآن وهذه رسالة للمشاهدين أنهم يحافظوا على قراءة القرآن مشير القرآن جاء فرمضان فقط لا سيد يحمد وإنما يعني يكون دائماً مصاحباً له المسلم فقلنا يعني قراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى ليلة العيد كذلك الاغتسال لأن اليوم عدري مع الله سبحانه وتعالى كمان يغتسلوا اليوم الجمعة في الدين دينا يرغب أن الإنسان يغتسلوا ليلة العيد والعلماء تقول لك يستحب أنك تأخره وتيقرب الفجر دي العيد يغتسل الإنسان كذلك التزيون إنسان يلبس واحد اللباس لهو اللباس يليقوا بهذا اليوم كذلك الطيب العطور إنسان يتعطر ويبنفح صورة إيجابية وطيبة الحمد لله ولا ننسى أن الإنسان مني يأذن الفجر وبغيص الله صلاة العيد قبل منا يفطر ولو بتامارات يعني يعطي رسالة لداته والعائلته يعني في عيد الأضحاك كما تقولوا بعد العلماء لا بد أن يكون شيء مباشرة مع رسالة الصبح عكس عيد الأضحاك كما تقولون نعم نعم في عيد الأضحا من السنة أن الإنسان يأخر الإفطار حتيذبح ويفطر بالكبيد كان سيدنا محمد يفطر بالكبيد هذه من السنة سيدنا محمد ولكن في عيد الفطر كان فطره قبل ما نصله وعليش نعطي رسالة لدواتنا ثم لمن حولنا أننا أصبحنا يعني على غير الصيام نحن مصيمين نحن معيدين وفرحانين الحمد لله بهذا اليوم العيد الجوائز كما يستكون في حد المسابقة مثلا وفي الأخير يتوجه يعني بجائزة تقديرية على مجهوده فالله سبحانه وتعالى يجزي العبده يعني أنه صام ثلاثين ومتعة وعشرين يوم وحرم نفسه من الطعام والشراب من طروع الشمس إلى غروبها فهو الحمد لله يحاول على أنه يعني اليوم يخصوش يكون يوم ستنائي ويوم مناسبة يوم عيد يوم عيد نعم 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 يوم عيد فلذلك يستحبوا أن الإنسان كما قلنا أنه يقلوا ح الطقوس والحمد لله المغاربة وجوبي لعاد الأمر هذا كتلقى المغربي يعني الحمد لله هذ أمور هذه عدم تربية دي الولدين دينا ودي الأجداد دينا أنهم كعظموا لأعياد دينية خاصة العيد الفيطر وعيد الأضحى بلبس تقليدي بإدخال السرور والبهجاة للولدات وكذلك من الأمور المستحبة في الدين دينا من الغسل ومنها التطيب ومنها اللباس الطيب نحن نعيش في العيد في دل جائحة كورونا للمرة الثانية على التواري بالنسبة للسلطة الرحيم ماش نيطور وكما سأعرفوا بأنك القيود على الصفار كالإنسان لم يقدرش يسافر يشوف عائلتك هشنال الوسائل اللي تقرر بالنس المواطنين كمال يخفى عليك أخي أحمد ونحن جميعا نعيش في دل جائحة كورونا نعم العيد يأتي في سياق مختلف على الأعيات السابقة كنا واحد الجائحة يعني قد مست العالم لذلك الاحتفال بالعيد يجب أن يتميز عن الاحتفال به في الأيام العادية مثلا يسحب أورا الإنسان مثلا أنه يستعمل تكنولوجيا الحديثة في التهنية للعائلة وسلط الرحيم عبر مثلا رسائل الصوتية أو المكتوبة أو اتصاب يعني المباشر يعني عبر مكالمة كذلك مثلا الإنسان أنه يستحب في اليوم مبارك أنه كذلك جيران وذي من العادات المحمودة على المغاربة مثلا يطبخ شي حاجة يجيب للجار دينه والجار لنفس الشي مع دي مثلا قلوة مراعاة التدابير الاحترازية وهذا الحمد لله دائما ننصحه بيسوأ في البرنامج دينا بيكوننا نعمله في رمضان مع قناة أنفاس بريس ويحتفل الحيوانات دينا مع الإخوان في أنفاس بريس هذا شيء لا بد من أننا الرعي والتباعد الاجتماعي والاستحذار للاحترازات وكثير مع الأسف نحن لا نريد أن نقع بعد أخطاء الوقع نفاف الماضي أنا والناس يعني في العيد كيف يشوف واحد دكترا وما كي يخذعوش للقرارة دي السلطة هذا بالحقيقة يعني لا يموتوا إلى الدين دينا بالعكس فطاعة المسؤولين وقالي الأمر هذه من واجبات دينا في الدين قال الله وعطيوا الله وعطيوا الرسول وإلى الأمر منكم فأولي الأمر أمرونا بأننا نلتزم البيوت دينا في العيد ونقوموا بالإجراءات احترازية فخصنا الرعي والأساس في هذه الجائحة وأننا نفرحوا مع وليداتنا ومع الأقارب وممكن أن نفرحها مع الأقارب ومع الجيران دينا ومع من يعيشوا معنا في البيت بالحمد لله بالآن كما قلنا بوسائل التكنولوجية لقربة المسافة والحمد لله على نعمة هذه الوسائل بشكل كبير قربة المسافة حتى أنه أصبح يسمى هذا العالم بالقرية بالقريات الصغيرة بالنسبة صلاة العيد كيف تريقة صلاة العيد؟ نعم بالنسبة صلاة العيد أستاذي أحمد يعني تصلى يعني في ظل القيود الاحترازية وهذا الوباء هذا تصلى مثلا في البيت ولا تشارط فيها خطبة خطبة العيد لا تشارطوا فيها وتكونوا فيها ركعتين كم معلوم يعني إنسان لا بغي يصطيبوا لي داسوب مباشرة يتخلوا في الصلاة يعني يقف قدامهم تقول لهم إن شاء الله سنصلوا صلاة العيد ويكبروا تكبيرت الإحرام ولا بغي يقول شي كلمة أو شي حاجة ممكن قد تكون أثناء الإفطار أو تكونوا بعد الصلاة الصلاة أو تكونوا قبلها ولكن لست شريطة أو واجبة على الأهل البيت فتكونوا تكبيرة إحرام هي الأولى وتلك لها سبع تكبير متى يقولوا الله أكبر هذي تكبيرة إحرام وكان عليهم من liberals يقولوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر سبعة كن جن ديرا لي يديك أن حسب من غير تكبيرة غير etern غير تكبيرة وكيد الحمد لله القرآن كله يعني كلام الله تعالى جميل فيقرأ ما يشاء وما يحفظ منه يسلي كنوض الركعة الثانية كيكبر تكبير اللولة تكبير الله أكبر بعد الوقوف من السجن ثم يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر خمسة كبيرات فقط في اللولة سبعة من غير تكبير الحرب وفي الثانية خمسة كبيرات من غير تكبير الحرب فيدعو المؤمن بما شاء ويدعو الله تعالى أن يرفعنا هذا الوباع الذي أثر علينا وجعلنا نتباعد فيما بيننا والمغاربة يعني الحمد لله معرف عليها مسئلة الرحيم والتزاور وبعد الأمور أحباب ديالين خطنبهه لها شوية وبعد الناس سيدي حمدوا سمح لي بها المناسبة وحد العدد الحقيقة السلبية وبيضع مستحدثة ما أنزل الله وبعم السلطان وهي الزيارة ديال المقبرة للهر سبع عشرين وكان حي والسلطة الأمنية وكذا اللي حرصت لأنه ما تكونش هاد العام زيارة المقابر للهر سبع عشرين يعني كنتشوفوا هذك المنكارات سيدي حمد التي تقعوا في المقابر كنتلقى إنسان ما يحترم حرمة المقبرة لبيعوا الشراء بوحد الملابس لا تلقائي لاحترام الموتى ولا المكان اللي هو مكان مقدس اللي هو المقبرة لذلك كذلك الناس اللي كبشوا زوروا الموتى في نهر العيد هذه البداية المستحدثة والمحدثة لأحباب ديالنا حل هذا يوم فرح الميت لك أن واحد من العائلة ميات الآب أو الأم أو الآق أو الأخت أو الزوجة ندعي معاه فهذا كان النار ونصدق وإذا تصار مني نفرحهم بواحد دوريه مات نقول لهم دعيهم معه فلان يعني أحتى أزوف له خبر الحمد لله وبشرة صار إن شاء الله البعض مباشرة بعد العيد يدخل في هذه السيام بتاع الشوار وش هي مستحبة وش هي سنة مؤكدة وش يبدو يسموها في التاني عيد ولا من الأحسن يكون واحد الفرق ما بين وسيد إحمد المغاربة الحمد لله من خصال الحمد فيهم أنهم متدينين المغاربة متدينين سبحان الله العديم وإن تلقى الاستيام ذي الشوار كتلقى الناس حتى الناس من لا يصلي كتلقى كحافظ على الاستيام ذي الشوار وهي فيها حديث يقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه بستة من شوار فكأنما صام الظهر كله أي الزمن كله وكل العلماء قال لك المقصود به العام السنة يعني الظهر في هذا الحديث هو السنة وهناك من قاله الظهر أي الزمن كله الحياته كاملة فاللي كان سيد إحمد هو أنه يعني المغاربة كل واحد يجهد دياله كل يصوم نهار العيد أعفوان كيعيد نهار العيد ونهار تاني عيد كيبدأ وكل يخلي نهار تاني تعيد وكل يقسمه أنا شخصيا كان قسمه ونسب الضرورة أنا كنشوفه واحد المنظور وأنه الإنسان منه كيعيد وكيبدأ فيها وكأنه كيبغي يحيد علي واحد تيقل لا معمر لعبادة سيد إحمد كانت ويزر عين ونتقل بالأكس سيدنا محمد في الصالة ما كانت تبغي يصلي كانت تقول سيدنا بلان أرحنا بها يا بلان ما كيش كيقول لي بحل شو بحدات يقول لي يلا لحيد أولينا العشاء يلا لحيد أولينا المغرب لا الصلاة تبقى صلاة الفريدة تبقى فريدة هاد السيام ديالشوان هي السنة كان النبي عليه الصلاة والسلام يسموه سيتمان شوان وفي أجر كبير والحكمته من سيام سيتمان شوان حتى يعلمه لأخوة والأخوات المشاهدون وأنه كانت جبرة ذاك النقص اللي كانت يعتار السيام ديالرمضان ربما هضرنا في شي واحد ربما نشعره ربما اكتنت وضعه وشربت الماء ربما نسيت وكلت أو كذا فذك السيام ديالشوان تجبيره وذاك النقص وذاك الخلل الذي اعتار الشهر رمضان والحمد لله شهر شوار كله يعني يستحبوا فيه السيام ديالشوان يسأل يمكن أن يصومها متفرقة أو مجتمعة مسألة أخرى سيدي أحمد وسمح لي مدام تكلمين على السيام ديالشوان يسأل بعض النساء يسؤولون يمكنك أن تكون تساني الدين يمكنك أن تكون مثلا في رمضان ما صامتش متان ثلاثة أيام أو ربع يام أو أسبوع حسب العادة الشهرية وكتقول لك هل الذي يريد أن يصوم السيام ديالشوان ولا ترخيطون أخدامة أو مرهقة وعند الوليدات مع الطياب أو التزامة ديالبيت يعني الصعيب أن يصوم السيام ديالشوان يمكنك أن تساني تنقول الأخوات من تعنا الكريمة بأن السيام ديالشوان هي مرة في العام وعندنا شهر في العام أما الدين هو كيتساني كيتساني كتسوميه الوقت اللي يحب بيتي هذا رأي من العلماء اللي كذبون غال أغلب الجمهور الفقهاء لأنه صوم السيام ديالشوان هي اللولة وما يعني في ذمتها من دين رمضان فكبقى السنة كلها إلا إن كانت شتشوف راسب أنها ضعيفة جسمانية ما تقدرش فتقدمه للفرض أو الدين على السنة عيد مبارك سيخي قلي وشكرا لأنك أعطيتنا الفسحة الزمنية خلال شهور تاع رمضان متتبعي قناة أنفاس قلاس أبروك عيدكم وإلى اللقاء في فرصة قادمة إن شاء الله